السلام عليكم وياهلا بكم فيديو جديد. فيديو نهاردة ان شاء الله معنا برنامج مميز جدا لاصلاح ملفات البي دي اف التالفة. ورج جدا يكون عندك ملفات بي دي اف مهمة وتجد تفتحها تلاقي الملف معطوب. او ملفات تجد نقولها من فلاشة لهارد او من هارد لهارد او بعد عملية تنقل. تجد تفتحها تلاقي الملف ما يفتحش معك زي ما يشوف مع بعضينا كده. وان شاء الله نحاول نصلح الملفات دي بالبرنامج اللي معناها. انا معي عائنتين من ملفات في التالفين. اه دي الملف ده بيفتحه بالشكل ده aquellos يفتح في تحميه مستنى في بي دي اف. تمام? وهدي الملف الثاني نفس الكلام. فشل في تحميل ملف في البي دي اف. اعاد تحميل نفس الكلام. انا بفتح دلوقتي من خلال المتصفحة. من خلال الكرون. طيب تعال دعا نجرب كده من خلال برنامج ادوبي ريدر. اه دي الملف الاولاني اوين وز ادوبي ريدر. نفس الكلام ونفس الرسالة اللي بتظهر لي. تمام? الملف الثاني. نفس الكلام. طيب الاول هنحمل البرنامج من الموقع الرسمي وربط تحميل هيكون موجود سندول وصف. اسفل الفيديو. وموجود كمان في اول تعليم مسبة هنقول لهنا اجربة مجانا. والبرنامج بيشتغل على منذ السبعة وتمانية وعشرة وعد عشر. وبشتغل كمان عن مج. هنقول له هنا اجربة مجانا. ونبدأ نحمل البرنامج ونشوف حجمه قدي. حجمه اتنين ميجا. هحمله على الدسكوتوب. بدء التحميل. فتح المجلد. ونثبت البرنامج مع بعضينا. هلو هنا ممكن اغاير لغة البرنامج طبعا زي ما احنا متعودين في البرامج دي اللي برجعها. بنشتغل على اللغة العربية. اقول له تثبيت. اكتمل تثبيت البرنامج واخذ معي تقريب من بتاع دي او نص. هلو هنا بداية. فتح معنا برنامج ووجدت البرنامج بسيطة جدا واصبحت كلها طبعا باللغة العربية. دلوقتي البرنامج بقى بيعمل لي اكتر من وظيفة. ممكن اصلع به منفات الفيديو. لو عندي ملاف فيديو تالف. يعني انا في مرة مسلا كنت بصور فيديو بالكاميرا بتاعتي فيديو طويل. وتابت فيه. وانا بنقوله بكارت الريدر على جهاز الكمبيوتر. الريدر فصل. فتلف عندي ملاف الفيديو. صلحته بالبرنامج ده. اللي هو الاولين ده. تاني وظيفة بقى في البرنامج ان انا ممكن احسن بجودة الفيديو نفسه. لو الجودة رضيئة ممكن احسنها. تالت حاجة ممكن الون مقاطع الفيديو. بس الاوبشنين دول ما بيدوش الكفاءة اللي هي مية في المية يعني. تمام? بس بتبقى نتيجة مرضية. ممكن اصلع به برضو ملفات الصور. لو عندي صورة الفة ممكن اصلحها. ممكن احسن الجودة بتاعتها. ممكن الونها. منف الاصلاح لو اصلح اي ملف تاني ده اللي نتكلم عنه بالفيديو ده زي ملفات البي دي اف. هقول لنا اضف ملفات علشان اضيف ملفات البي دي اف او ممكن اسقط الملفات ادي الملفات بتاعتي. تمام? واعلم عنهم بالشكل ده واسحبهم واسبهم هنا. ادي الملفين بتاعتي اقول لنا ابدأ بالاصلاح. طبعا الملفات دي حجمها صغير. متاخدش وقت. اكتمل اصلاح الملفات. عرض النتائج. هادي تصدير. تمام? واعمل لي كمان معينة. ممكن له تصدير. ونزله على تمام? عرض النتائج. نيفل دي. ادي الملف الاولاني. اشتغل تمام. بدون ادنى مشكلة. طيب نلف التاني بتاع الكريستالة تصدير. برضو على الديسكتوب. عرض النتائج. نيفل دي. هادي الكريستالة. فتح معينة ملف زي ما انت شايف كده بدون ادنى مشكلة. رابط تحميل لي برنامج ان شاء الله هتلاقي موجود في اول تعليق مسبت. وعلى فكرة البرنامج مدفوع مش مجاني. لكن الموقع بيدعم خدمة استرداد الاموال خلال تلاتين يوم من الشراء في حالة عدم رضائك عن المنتجة. الموقع عامل عروض وخصومات بهم نسبة السنة الجديدة ان شاء الله. هسيب لك رابط العروض في الوصفة اسفل الفيديو. وفي هدايا ممكن تحصل عليها تماما بنسبة مية في المية. وفي برامج سعرها بيبدأ من عشرة دولار وفي كوبنات خاصة بتوصل الاربعين في المية. وممكن تشتري برنامج وتاخد التاني مجانا. هسيب لك رابط العروض دي في الوصفة اسفل الفيديو.